لكن فكرة بقى انه البنات تستخدم هذه الموجة وهذا الاهتمام العام الاهتمام الجمعي في مصر واسلاح السوشيال ميديا ان احنا كل شوية نقول اصلي فولانا اتخطفت اصلي اتخطفت اصلي انا جرالي مش عارف ايه وتطلع قصة كاذبة على فكرة ده في النهاية مردوده مش بس بيأذي البنت اللي هي قامت بهذا الادعاء لأسباب اخرى تفهى وواهية ولكن بيأذينا كلنا بيأذي من يهتم بهذه القضية وبيأذي اللي عندهم قضية اصلية حقيقية فاكرين قصة الديب 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 كانوا بيعلموا هلنا واحنا صغيرين انه كل شوية واحد يجي يقولك ايه الديب جيه الديب جيه الديب جيه فمرة على مرة على مرة اكتشفنا ان هو كذاب وان هو لا فيه ديب ولا جاي الديب يأكله فلما الديب جيه محدش نجده فهي هذه قصة قصة الديب فارجوه كنا بلاش استخدام السوشيال ميديا وبلغات كاذبة وتعليف قصص ليست حقيقية اتخطفتي فعلا هندور عليك ونجيبك لكن قصة بقى ان احنا نقلف قصة الديب دي والله لما يحصل لك حاجة مش مش حدش هيخطأ حيلحقك الوقعتين اللي النيابة تكلموا عليها وقعة اولى فتاة على مواقع التواصل قالت ان هي ادعت ان فيه واحد سرقها وخطفها في مصر الجديدة ونيابة التحيات بقى والمباحث والشرطة دخلت وصلت لها واطرفت البنت ان الوقعة هي اختلقتها وارفقتها بمنشور واساء حطت صورها وهي مضروبة قبل كده واصابات قديمة وكل ده عشان تلفت نظر اصدقائها لانها بتمر بضائقة نفسية دي واحدة الحالة التانية فتاة عندها 17 سنة برضو ادعت محاولة خطفها من قبل شخص بمنطقة المرج وتبين من تحريات انه الفتاة كلمت واحد صاحبها صديقا لها انه هو يعمل محاولة الخطف ويتبعولها صور عشان مش عارفة عايزة تلفت انتباه شخص اخر وما الى ذلك برضو جابوا البنت وتبين ان الفتاة عايزة تسيء للمدائي عليه بالمنشور السابق لسابق خلاف منهم ارجو من هنا بقى يعني اولا بشكر التحريات بشكر المباحث بشكر نيابة على دقة التوصيف ايضا ودقة التوصيف هنا مهمة جدا والحيان البنات دول هتعرضوا لفكرة البلاغ الكازم ما احنا بقى ايه وصلنا ما هو انت مش هتنفعي تتبلي كده وبعدين او الموضوع يعدي فانت احتمال تواجهي عقوبة البلاغ الكاذب بس انا هنا اتمنى من الاسرة اسرة الفتادي او الفتادي ان هم يقافوا جنب المات يشوفوا ايه القصة دي ليه عندها مشكلة نفسية وعايزة تلفت الانتباه ودي ليه عايزة عندها اخناقة وعايزة تلفت الانتباه يعني ارجو من الاسر انها تهتم شوية بالبنات لانه في النهاية قصة بقى على السوشيال ميديا وطبعا الناس تانية تخدها تقول لك اه ما دي بلد بتخطف فيها البنات ما دي بلد بيحصل فيها مش هارف ايه لما يحصل حدثة خطف محدش هيهتم بعد كده قصة تذكروا دائما قصة الديب اللي كانوا اهلين بيحكوا لنا واعنا صغيرين واللي بيشير الحاجات دي على الفيسبوك سيواجه تهمة البلاغ الكاذب ونشر اخبار كاذبة ومن غير ما تواجه تهمة ليه بتساهم في تضليل المجتمع ليه ما تتأكدش هاد دي جريمة يا جماعة وبتضعف القضية الكبرى تذكروا حكاية الديب اللي اهلين كانوا بيحكوا